سقطرة تتحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الشرعية والإمارات وصل الأمر إلى حد المواجهات العسكرية التي تسببت في إراقة الدماء في هذا الأرخبير المسالم في وقت تستمر فيه الإمارات برفض المواجهة بالسلاح وبمقاتلين جدد مستغلة الفضاء المفتوح والبحر المشرع وما تصفه الحكومة الشرعية نفسها بتواطئ سعودي في كل ما يحدث أحدث حلقات المواجهات تمثلت في تحريك مجامع محسوبة على الانتقالي المدعوم من الإمارات الذين اقتحموا عصر الثلاثاء مبنى محافظة أرخبير سقطرة مطالبين برحيل المحافظ ومتوسرين ذرائع ملفقة لكنها صممت بعناية لإضفاء الطابع الشعبي للمجامع المتمردة وكالعادة تحضر المدرعات السعودية في مهمة لفضل اشتباك لتساهم في إخلاء مبنى المحافظة وليتمكن المحافظ من دخول المبنى محاطا بأنصاره الذين رفعوا شعار الولاء للدولة اليمنية في رسالة كاشفة لا تقبل الشك بالوجهة الوطنية لمعظم سكان هذا الأرخبيل الذي يصر التحالف إلى تحويله ساحة مواجهة خارج السياق العام للمعركة التي خولت تدخله العسكري في اليمن الأنباء الواردة من الأرخبيل تفيد بأن سفينة إماراتية تقل نحو 300 مقاتل موالين للانتقالي الجنوبي في طريقهم إلى سقطرة مصحوبين بتعزيزات من الأسلحة في محاولة على ما يبدو لمعاودة اقتحام العاصمة حديبو بعد أن سيطر المتمردون على معظم سلاح الدولة اليمنية وفيما تعيد الإمارات تموضعها في سياق المعركة الدائرة في اليمن كطرف معادل للشرعية ومضاد للأهداف الذي سوغت التدخل العسكري لهذه الدولة تحت قيادة السعودية تتجه الأنظار إلى هذه الأخيرة ولدى الجميع قناعتم بأن الموقف الذي تتبنه الرياض حيال المخططات العدائية الإماراتية يبدو مسانداً لهذه المخططات خصوصاً وأنها قد فشلت في تنفيذ اتفاق الرياض أقوى الانتقادات جاءت من الحكومة الشرعية نفسها التي اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فيها أحمد الميسري لأن التحالف بقيادة السعودية يحارب الشرعية في سقطرة ويتحمل المسؤولية عن تدمير اللواء العسكري الوحيد في هذا الأرخبيل ما نفهم إلا في سياق التواطئ وعلى أخوة السعودين يعدلوا من موقفهم ويظهروا بشكل مواضح لهم مع إرادة الشعب اليمني أو مؤسسات دولة الشرعية أم يقولوا أنهم ينهجون هجي الإمارات ولن نحن وإياهم فيما بعد خبر موقف يعززه التفلت السائد في المشهد السقطري حيث يفلت الخارجون على القانون من العقاب بعد أن فقدت السلطة الشرعية آخر ما لديها من أدوات القوة لتبقى رهن النجدة التي توفرها قوات الواجب السعودية غامضة الأهداف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر